أهلا بكم مشاهدين الكرام في مسائية دي دابليو من العاصمة الألمانية برلين معكم أحمد عبيدة في مسائية اليوم نناقش الموضوعين التاليين واشنطن تعلن عن موافقة أكثر من عشرين دولة حتى الآن على المشاركة في التحالف الذي أطلقته لحماية السفن من الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والبحرين ما زالت الدولة العربية الوحيدة في هذا التحالف فماذا عن موقف مصر والسعودية وكيف يريد التحالف الجديد التصدي لهجمات الحوثيين في الملف الثاني قائد الجيش السوداني عبد الفتح البرهان يؤكد انسحاب قواته من عدة مواقع أمام قوات الدعم السريع ويتوعد فهل بدأت كفة الحرب تميل لصالح الدعم السريع وما هي خيارات البرهان الواقعية للمرحلة المقبلة أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الاتحاد الأوروبي اقترح حاليا توسيع تفوض مهمته لمكافحة القرصنة قبالة القرن الإفريقي لمساعدة العملية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن وحصر تأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أكثر من عشرين دولة وفقت حتى الآن على المشاركة في التحالف المعروف باسم عملية حارس الإزدهار وبينما لم تعلن السعودية ومصر عن مشاركتها انضمت البحرين إلى التحالف المذكور فما فرص نجاح هذا التحالف في ردع الهجمات الحوثية من دون مشاركة خليجية وازنة لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنى الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن وينضم إلينا من الرياضة اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي أبدأ معك سيادة اللواء محمد القبيبان باب المشاركة ما زال مفتوحا في التحالف البحري بقيادات الولايات المتحدة الأمريكية هل تتوقع انضمام السعودية إليه؟ مساء الخير عليك السادة أحمد والدكتور حسن والسيدات والسادة المشاهدين هل أتوقع أن المملكة تشارك في هذا التحالف؟ أنا طلعت قبل كم يوم على قناة وذكرت أن نحن الآن نمر في مرحلة جد خطيرة وجد مهمة ومرحلة تدفع الولايات المتحدة ثمن تصرفاتها السابقة في المنطقة وعدم تعاونها مع دول المنطقة لردع أي نوع من التهديدات للأمن والملاحة لذلك أنا أعتقد أنه الآن في هذه الفترة هناك صعوبة في حيال أن المملكة قد توافق بأن تشارك في هذا التحالف المزعومة التي تقوم به الولايات المتحدة والذي هو أراه نوعا من الإزدواجية في التعامل مع المنطقة يعني الولايات المتحدة الآن تحذر بعض اللاعبين في المنطقة مثل حزب الله مثل الجماعات التي تدعم إيران في المنطقة ولها أدرع في المنطقة من التدخل في الصراع في فلسطين ومن جهة أخرى تريد بعض الدول المطلة على البحر الأحمر أن تتدخل في هذا الصراع بحجة أن هناك تهديدات تتواجه الأمن والملاحة في البحر الأحمر هذا النوع من الإزدواجية برأيي أنه يعني يسبب كثير من اللغط في المنطقة وقد يدخل المنطقة في صراع واشتعال أكثر من أنه لو تركنا الأمور تمر بما هي عليه ولنرى ماذا سيحدث مستقبلا ليش؟ لأن الحوثي بحد ذاته صرح بأنه لن يتم التعرض لأي سفينة غير المتجهة لإسرائيل فالهدف واضح لأن التهديد هو لهذه السفن التي تتجه لإسرائيل أي نعم أمن البحر الأحمر والمضايق باب المندب وهرمز هي تهم المنطقة والعالم أجمع والجميع يعلم وتكلمنا في ذلك كثيرا عن الأهمية لمرور الطاقة والتجارة فأنا برأيي أن المملكة اتخذت القرار الصحيح ومنه أنه عدم التدخل لكي لا تشتعل المنطقة أكثر وراحظ أن إيران ثبتت أذرعها في المنطقة وأصبحت لاعب رئيس واستطاع أن يغير معادلات القوى في المنطقة أو معادلات القوى في المنطقة سنعود معك أستاذ محمد القبيبان إلى أسباب رفض أو عزوف المملكة العربية السعودية عن المشاركة في هذا التحالف ولكن قبل ذلك دكتور حسن كيف تقرأ غياب الدول المشاطئة للبحر الأحمر عن تحالف حارس الازدهار بزعمة واشنطن ربما لأنها تعتمد العقلانية وتعتمد التكافؤ في التقييم هنا لا شك بأن ضمان السلامة الملاحة الدولية هو أمر حتمي وملزم على جميع الدول ولكن هذا يأتي في إطار الرؤية التي تقول بأن التحالفات تنشأ وتقوم بعمالها من أجل درء المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار على مستوى العالم إذن تعريض البضائع الإسرائيلية التي تصل إلى إسرائيل لبعض زيادة رسوم التأمين يبدو بأنها جريمة خطيرة جدا لابد من حشد الطاقات العالمية لها أما العمل على تدمير ممنهج لقطاع غزة والتسبب بمقتل عشرات الألاف والتحضير لنكبة في غزة فهو أمر لابد من تركه وشأنه رغم أنه من حيث العقلانية والمنطق وهنا أعود إلى الموقف العربي إذا شئ بأن هذا الإهمال للجريمة القائمة اليوم في غزة يؤسس للصدام ولعدم استقرار على مستوى الكوكب ليس فقط على مستوى المنطقة لأجيال قادمة ويبدو بأن الولايات المتحدة قد قررت بأنه شأن إسرائيلي داخلي ربما لبل التمكين لإسرائيل للقيام به هو الأمر الواقع أما رفع كلفة بعض البضائع الإسرائيلية من خلال زيادة رسوم التأمين عليها فيبدو بأنها الجريمة الخطيرة الموقف العربي موقف السعودية موقف مصر موقف الإمارات نابع من القراءة العقلانية إلى أن هذا الإنجرار وراء التصرف الأمريكي ليس فقط اللاعقلاني ولكن المتهور والذي يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار العالمي ليس صائبا لذلك نرى بأن وزير الخارجية السعودي مثلا يتوجه إلى الصين وإلى روسيا وغيرها في محاولة للسعي الجدي إلى بعض التطويق لهذه لا أقول هفوات ولكن السقطات الأمريكية المتكررة ولكن مع التزام الصبت بشأنها وهذا شأن السعودية أما بلد صغير كما اليمن وخاصة نتحدث هنا عن صنعاء وليس عن اليمن ككل يختار بأن يقوم بما يقوم به طبعا ضمن تصور لمنطقة معينة ولكن لا نستطيع أن أعتبر بأن إقدام حكومة صنعاء الحوتيين على هذا العمل هو مجرد تبعية لإيران لأن الموقف لديهم متجانس منذ أعوام والموقف إزاء مأساة الشعب الخلصيني هو موقف ثابت لديهم إذن ربما هي خطوة شكلية رمزية تنصب في مصلحة المواجهة الإيرانية الأمريكية أي لمصلحة إيران في هذه المواجهة ولكنه أضعف الإيمان ربما لا أعلم في المقابل ما تقدم عليه الولايات المتحدة هو التهور بعينه تضخيم المسألة وعدم التكافر طيب لكن الولايات المتحدة الأمريكية ومراقبون غربيون كثر يعتبرون بأن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثية لا يضر بإسرائيل فقط وإنما بدول كثيرة كون سفن الشحن لا تضم بضائع متجهة لإسرائيل فقط وإنما تكون مشاركة مع دول أخرى وبالتالي تنزل بضائع في موانئ كثيرة دكتور حسن بالفعل هذا تقييم صادق ولكن مجددا المسألة هي مسألة التكافر نعم هناك ضرر من هذا العمل ولذلك احتشدوا ولذلك تآلفوا ولذلك قرروا القيام بفعل حازم قاطع واضح المعالم يستحقون التبريك له ولكن هل ما يجري في غزة والذي هو أضعاف مضاعفة ولكن حتى داعش غيريبا الجانب المسألة تمت المصادقة على قرار في مجلس الأمن دكتور حسن يمهد لوقف إطلاق النار ويدعم زيادة المساعدات لغزة لا لا إذا فتحت هذا الموضوع اسمح لي إذن أن أوضح الموافقة كانت على قرار بعد تبديل في لغة هذا القرار ليتماشى مع الرغبة الأمريكية التي ألغت مسألة وقف إطلاق النار نهائيا منه إذن هو يتحدث عن زيادة المساعدات مع العمل على تهيئة الظروف لهدن إنسانية في حين أن اشتراط إسرائيل أن تكون هذه الهدن الإنسانية مقابل الإفراج عن رهائن أي أن الولايات المتحدة قد خدعت العالم ووجعت من هذا القرار والسيلة لإسرائيل لابتزاز العالم إذن نقتل الغزويين وأفرج عن الأسرة واصمحوا لنا بعد أن تفرجوا عن الأسرة بقتل الغزويين بالكامل وإن كانت حماس وشركاؤها يرفضون هذه العملية أو الإفراج عن رهائن في الوقت الرعين أعطيتك المجال لتوضيح البوقف من الموافقة الأمريكية على القرار الأممي دعنا إن سمحت دكتور حسن نعود إلى صلبي موضوع هذا النقاش معك أستاذ محمد القبيبان يرى الغربيون أن عزوف الرياض وأبو ضبيع المشاركة في التحالف الأمريكي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر نهاية ذلك الخيار العسكري ضد الحوثيين والذي كان هدف التحالف العربي بقيادة الرياض وأبو ضبي هل تتفق مع هذه القرارة؟ أي تصرف عسكري دون أن يكون هناك دراسة واقعية له سوف يسبب في اشتعال المنطقة وقد يخرج الصراع حتى لو كنا دولة عظمى الولايات المتحدة سيد أحمد لا نعتقد بأن الولايات المتحدة هي الآن القوة التي تهيمن على الصراعات في العالم بل العكس الآن أنا أشوف الولايات المتحدة فشلت فشل ذريعه وهذا هو نحن نتحدث الآن عن ما يحدث في أوكرانيا وروسيا وأصبح ووجهت مساعدتها لإسرائيل ومع ذلك فشلت إسرائيل في إنهاء هذه الأزمة بالطريقة الحقيقية وإنما اتجهت إلى البلطجة فعندما تقوم الولايات المتحدة بإشتعال المنطقة وتهديد بضرب الحوثيين في معاقلهم نحن أعتقد أن هذا سوف يوصل المنطقة إلى حافة الهاوية وسيخرج الصراع عن الأطراف كاملة وأنا هنا يمكنني أختلف مع سعدة الدكتور حسن بأن الحوثي لا يأخذ تعليماته من إيران وإنما هي حكومة مستقلة وأختلف مع حضرته في أنه والله هذه حكومة صنعاء هي ليست حكومة صنعاء هذه حكومة أي نعم نحن والحوثيين الآن نتجه إلى السلم والتعايش مع بعض ونرى إن شاء الله خلال الأيام القادمة والأشهر القليلة القادمة لحل الأزمة ولكن هذا لا يعني بأن المملكة العربية السعودية سوف تنجرف وراء الولايات المتحدة والدول والأمارات الشقيقة لتضييق الخناق وإشعال المنطقة هذا تصرف غير مسؤول من الأمريكان وبرأيي الشخصي أنا أعطيك رأيي الشخصي بأن الولايات المتحدة هي داخل هذا التحالف وهي عالمة جدا بأن هناك خسائر السبب هي ماذا؟ السبب في الدعم المادي الذي تواجه الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي هي داخليا ولكن قد يكون هذا التحالف تريد من الولايات المتحدة بأن تحول الجمل بما حمل على الدول المشاطئة البحر الأحمر وأن تقوم هي بمهامها بالرغم أنه المملكة والعديد من الدول في السابق كانت تدعو إلى أنه لا بد من إيقاف جماعة الحوثي وإعادة تصنيفها كجماعة إرهابية والآن في عندنا مثل وإن كنا عندكم بعض في الشام اللي هو خبز أني الرفلة خبزتي وهكلي وهذا ما حصل الآن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تسمع إلى دول منطقة التي تتسم بالعقلانية التي تهدعت الموقف وتريدها أن تنجرف وكأننا يعني تبع للولايات المتحدة برأيي أنه قرار صائب برأيي أنه قرار حكيم برأيي أنه قرار يهدى الصراع ويهدى اشتعال الحرب على أن لا تخرج من منطقة وهي محصورة حاليا أعيد وأكرر على الإزدواجية من الولايات المتحدة هذه الإزدواجية أفشلت أوضحت هذه المسألة فقط لاستغلال الوقت ما أمكن حتى ننتقل إلى محور آخر دكتور حسن فرنسا وإيطاليا أعلنت أنها ستشارك في حماية البحر الأحمر وإسبانيا للتو تقول بأنها لم تحسم قرارها بعد في المشاركة في هذا التحالف لكن فرنسا وإيطاليا تريدان المشاركة ضمن عملياتها الخاصة وليس في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن هل تتفق مع من يرى بأن إدارة بعيد معزولة هذه المرة رغم الحديث عن عشرين دولة تريد الاندواء في تحالفها بالفعل وقع الأمر بأن الدول الأوروبية كل الدول التي لها علاقات تحالف أو علاقات شراكة أو علاقات صداقة حتى مع الولايات المتحدة تجد نفسها تتعرض لضغوط من أجل المشاركة وهذه الدول عليها أن تصل إلى موازنة حاجتها إلى استمرار التحالف أو الشراكة أو الصداقة مع الولايات المتحدة مقابل خطوات قد تؤدي إلى الإضرار بها من خلال الإنجيراف كما أشار الزميل حقيقة وراء هذه الرغبات الأمريكية التي تبدو ارتجالية أو التي تبدو تصعيدية دون مبرر وهي على كل حال غير متوازنة إذن نرى بأن مثلا الموافقة جاءت من النورويج وإسبانيا التي عادت على الأقل أعلن عن هذه الموافقة قبل أن يكون هناك بعض التراجع وذلك قد يكون ثمن للمواقف التي اتخذتها عواصم هذه الدولتين فيما يتعلق بالموضوع في غزة إذن يبدو كأن هناك مقايدات إذن علينا لا نعتبر بأن هذه القرارات هي نتيجة قراءة للوضع الأمني في البحر الأحمر بقدر ما هي قراءة لحاجات لاحتياجات هذه الدول إذا واشنطن نعم واشنطن تواجه اليوم حالة أثبتتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن معظم العالم يرى بأنها من خلال هذا التأييد غير المشروط والذي تستمر به لإسرائيل هي بالفعل معزولة ومن خلال العمل اليوم حقيقة مجددا على تطخيم ما يجري في باب المندب نعم هي حكومة أمر واقع لم أقصد عندما أسميتها حكومة صنعاء بأنها قد اكتسبت شرعية رغم أنها تريد أن تكون لها الشرعية بعد أعوام من الوجود هي حكومة أمر واقع في صنعاء ولكن من خلال تطخيم دور هذا الطرف ومن خلال الحديث عن ربما أن إسرائيل قد تقدم على قطوة ما إذا لم تعمد الولايات المتحدة إلى درء الخطر كل هذا هو من أجل جعل الموضوع وكأن الموضوع بالفعل هو ما يجري في باب المندب وليس في غزة طيب وبينما تواضب واشنطن على تسريع تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة عبر البحر الأحمر بدأت شركة ضخمة تحصي خسائرها نتابع مضيق باب المندب حيث تعيق مسيارات وصواريخ بألاف الدولارات تجارة بالمليارات مع استمرار الهجمات على سفن الحاويات في مياه البحر الأحمر وتدهور الأمني في مضيق باب المندب اضطرت شركات عالمية لاتخاذ إجراءات لتفادي هذه المخاطر وتداعيتها شركة أويكيا السويدية العملاقة على سبيل المثال أعلنت أن الوضع المضطرب في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تأخر إمداداتها القادمة من أسيا وهو ما سيتسبب في فراغ رفوف متاجرها من البضائع أيضاً شركة الألبان الفرنسية دانون أعلنت أنه تم تحويل مسار معظم شحنتها مما يؤدي إلى زيادة أوقات العبور متخوفة من حدوث نقص في الإمدادات ووفق تحقيقاً نشرته وكالة بلومباك للأنباء فإن حوالي 180 سفينة حاويات غيرت مسارها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس لتدور حول إفريقيا أو توقفت تماماً عن الحركة انتظاراً لأي تعليمات جديدة وهو عدد مرشح للارتفاع ومن شأن هذا التطور أيضاً أن يؤدي إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس والتي تعتبر مصدراً هاماً للعملة الصعبة بالنسبة لمصر التي تعتبرها مجلة تايمز الأمريكية أكبر الخاسرين من أي تأخير في حركة الملاحة بالبحر الأحمر أما في إسرائيل التي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية بأن تحركاتها موجهة ضدها بالدرجة الأولى فقد نقلت وكالة رايترز بأن مناء إيلات فقد ما يتجاوز 80% من نشاطه التجاري الوضع الأمني المضطرب في المنطقة دفع كبرى شركات النقل العالمية لزيادة أسعارها كشركة ماسك دانيماركية التي أعلنت عن زيادة بمقدار 700 دولار للحاوية الواحدة المتجهة من الصين إلى شمال أوروبا هذه الزيادة تأتي بسبب تغير مسار الناقلات حول القارة الإفريقية وهو أمر وصل تأثيره إلى الطلب على وقود الناقلات الذي ارتفع أيضاً بنسبة 5% إذن تداعيات بالأرقام لاستهداف الحوثيين سفناً في باب المندب سيادة اللواء محمد القبيبان كما ورد في التقرير مزيد من السفن تتجنب البحر الأحمر رغم قرار تشكيل هذا التحالف الدولي إلى أي مدى يدر ذلك بمصالح المملكة العربية السعودية؟ ليس فقط مصالح المملكة العربية السعودية لكن نقطتك مهمة بما أن المملكة من كبرى دول العالم المصدرة للنفط بغض النظر أنه الآن النفط يتجه إلى الشرق لا هناك تبادل تجاري بين الدول الأوروبية نعم سوف يضر هذا بمصالح المملكة ولكن الذي سوف يضر أكثر بمصالح المنطقة هو تشكيل تحالف عسكري وعدم النظرة الأكبر والأوسع الذي يجب أن يوقف هذا الصراع وهذه الحرب الهمجية من إسرائيل على شعب أعزل من السلاح وبحجة بأنه سوف ينهي حماس وإلى آخر من هذا الكلام ألفظ هذا الذي أنا كرجل عسكري لا نهاية له لن يستطيع الإسرائيلي أن ينهي مهمته وهدفه إذا كان هذا العسكري بإنا حماس لذلك نرجع نعود إلى النقطة الرئيسية سمو وزير الخارجية مع العديد من وزراء الخارجية يعني كانت لهم رحلات مكوكية لعل الوضع يهدأ وأن تعود إسرائيل إلى عقلانيتها والتي لا أعتقد أنها تملك أي نوع من العقلانية حتى تهدأ المنطقة صحيح أتفق معك راح تضرر المملكة راح تضرر الدول ولكن هناك طرق بديلة للتعامل والوصول مع الدول الأخرى ولكن هذا ما أرادته الولايات المتحدة وما وصلتنا إسرائيل إليه في سياستهما العنجهية التي أراها فقط عند أرجلهم والتي ينظرون فقط لمصلحة إسرائيل أستاذ أحمد يعني بعد هذه الأحداث تأكد وبكل قوة سقوط أقنع دول كانت تدعي رعاية السلام في العالم والتوازنات الاستراتيجية وعلى آخره وعلى فكرة عندما تقرأ في أعين وفي أوجه المسؤولين الأمريكان تجد بأنه الكلام الذي يقولونه هو ليس في الحقيقة نابع عنه وإنما هي ضغوط داخلية من اللوب اليهودي لفرض سيطرة على الحكومة الأمريكية الآن لا يخرج الرئيس البايدن ولو أنه يعلم بأن هذا الأمر هو صحيح سوف يعني يساعد على أزمة اقتصادية عالمية لا خرج أمام العالم ونقد المملكة العربية السعودية ونقد الدول العالم ولكن لا يستطيع فهو يعلم جيدا بأن هذه المشكلة المشكلة سببها رئيس واحد أوقفوا هذه الحرب الهمجية في إسرائيل وإسرائيل لديها من القدرة اللي وصلت من تل أبيب إلى تونس اللي قتل بعض المجاهدين الفلسطينيين لديها القدرة للوصول إلى بعض القادة الحمساويين لذلك هذه الحرب الهمجية هي أوصلة المنطقة إذا هذا العنق من الزجاجة وحقيقة نحن نقاتلون على أيام خطيرة سيادة لواء محمد القبيبان ليس معنا شخص من إسرائيل حتى يشرح لنا الموقف الإسرائيلي لكن إسرائيل ترى في المنظمات الفلسطينية المسلحة خطرا وجوديا وبالتالي هذا هو مرتكز الموقف الغربي الذي يدعم إسرائيل في هذه النقطة تحديدا ليس هذا موضوعنا سيد أحمد أنا لا أدافع عن حماس لا أقل من سبع ثانوة أنا لا أدافع عن أنا أتكلم على هنالك غير عقلانية وتدهور وتهور في استخدام القوة العسكرية في المنطقة نعم هذا اللي أنا أتحدث عن حماس نحن نوصل فيه حماس كجماعة إرهابية فكرتك واضحة دكتور حسن بعض الدول المشاركة بعض الدول الوازنة صراحة المشاركة في التحالف الأمريكي سترسل سفنا وليس فرقاطات ودول أخرى مثل الدنمارك قالت إنها ستشارك في العملية بإرسال ضابط واحد كيف تقرأ حجم المشاركة هذه وهل من شأن ذلك احتواء هجمات الحوثيين أصلا يكفي إرسال ضابط واحد كي تضاف دولة الدنمارك كي تضاف الدنمارك إلى قائمة الدول المشاركة وهذا في نهاية المطاف ما تريده الولايات المتحدة الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى البحرية الدنماركية كي تستندها في مواجهة الحوثيين هي بحاجة إلى أن تطول القائمة وأن تزداد أن تضاف إلى هذه القائمة دول عربية وبأن هذه الدول العربية إلى اليوم تقتصر على البحرين بحكم كونها حيث يقيم الأسطول الخامس الأمريكي فإنها تريد الإظهار بأن الانضمام يستمر ويتعظم طبعا هناك خطر على الملاحة الدولية من أي عرقلة ونشهده ولكن مجددا عندما يتحدث تقريركم سيد الكريم عن البان دانون وعن مفروشات إيكا نعم أنا متأسف بأن بعض الأوروبيين قد يتأخرون بالحصول على هذه وتلك ولكن الإنسان الفلسطيني يقتل بيته يهدم ولا يحصل على الطعام الذي يكفيه يوما والاهتمام الأمريكي يبدو بأنه منشغل جدا في تأمين حاجة هذا المواطن الإسرائيلي وغير الإسرائيلي بأن يحصل على هذه البضائع ولكنه يترك المسألة الأهم إن انعدام العقلانية في هذه المقاربة هي ما يؤدي إلى انعدام الاستقرار وإلى عدم إمكانية احتواء الاستقرار إذن أي كلام لا يتضمن معالجة المقتل القائمة في غزة اليوم والتحضير الممنهج المستمر لنكبة غزة هو كلام لا فائدة منه طيب أستاذ محمد القبيبان تتحدث عن الموقف الخليجي لكن هناك دولة خليجية انضمت إلى التحالف هي البحرين ألا يعكس ذلك انتكاسة جديدة لمقاربة الأمن الخليجي المشترك؟ أستاذ الدكتور الفاضل تحدث أستاذ الدكتور حسن عن أن هناك محددات جعلت البحرين تشارك وبماذا تشارك؟ يعني هنا الأسطول الخامس يعني أخذ دعمه الكبير من البحرين سواء في المعدات في قطع الغيار في إلى آخر الأمور الإمدادية والإسنادية لذلك مشاركتها لا تعني مشاركتها الفعلية بوجود طائرات وتحركات عسكرية لا إنما هو لأن وجود الأسطول الخامس يعني عززة من أو اضطرت البحرين إلى أنها تدخل فيها ولكن أنا أؤكد لك على أن مملكة البحرين الشقيقة هي من الدول برغم أن لها علاقة مع إسرائيل لكن هي من الدول التي تدعم إلى إيقاف هذه الهمجية الإسرائيلية وإيقاف هذا الحرب والإبادة البشرية أنا أسميها إبادة ولكن مشاركتها لن يؤثر على علاقتها بالدول العربية لن يؤثر على علاقتها بدول مدلس التعاون لن يؤثر حتى على علاقة القيادة البحرينية مع شعبها هو مجرد أمر شكلي أمر بروتوكولي لا أكثر ولا أقل طيب تلك التقييمات والتوصفات تقول بأنها من وجهة نظرك بطبيعة الحال دكتور حسن منمنا تحدثنا عن غياب السعودية وغياب الإمارات العربية المتحدة عن هذا التحالف بقيادة واشنطن لكن ماذا عن غياب مصر التي أضحت محاطة بأزمات لا تستطيع التأثير فيها الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة أزمة النيل مع إثيوبيا الحرب الأهلية في السودان الحرب الأهلية في ليبيا غياب مصر كيف تقرأه عن المشاركة في تأمين الملاحات في البحر الأحمر نعم بالفعل وقع الأمر بأن غياب مصر رغم كل هذه الظروف التي أشرت إليها سيد الكريم بالإضافة إلى الضغط الأمريكي على أن تفتح بوابة رفح من أجل تدفق الفلسطينيين من خارج القطاع إليها رغم كل هذا مصر تقف موقفا ثابتا لأن هناك حكمة في أن تقف هذا الموقف الثابت بعدم الإنجرار وراء التهور الأمريكي الحاصل نحن في فترة سابقة كان الحديث عندما ساهمت الولايات المتحدة بالتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا كان الحديث في أوصات خارج الولايات المتحدة عن قيام نظام عالمي جديد وكان مبالغا به لأن الولايات المتحدة حينها كانت تقف مع المعتدى عليه في مواجهة معتدين يمكن أن يقدم على خطوات أخرى لاعقلانية ولكن نحن ما نشهده اليوم هو بأن الولايات المتحدة تقف تحديدا هي التي تتسبب بالخطوات اللاعقلانية لأنها كان من شأنها نفهم بأن إسرائيل جريحة طبعا إسرائيل جريحة بعدما حصل في السابع من تشين الأول ولكن كان من شأن الولايات المتحدة أن تساهم بأن لا يؤدي هذا الجرح إلى هذا الجنون الحاصل اليوم الجنون الإجرامي علي أن أشير لأننا نحن هنا لن نتحدث عن مجرد تعبير عن عواطف ولكن نتحدث عن تسبب بكارثة لشعب بأكمله وتسبب بعدم استقرار على مستوى الكوكب إذن عندما مصر تتصرف التصرف العقلاني القائل بأنه رغم كل هذه الأوضاع ورغم كل الضيق الحاصل لن ننجر إلى هذا الجنون فإن هذا موقف يشهد لمصر كما يشهد لكل الدول التي تمتنع عن التسبب بتفاقم الأزمة شكرا جزيلا لك من واشنطن دكتور حسن منيمنى وشكرا لك سيادة اللواء محمد القديبان كنت معنا من الرياضة المسائية متواصلة في جزئها ثاني مشاهدين الكرام بعد الباصل تبقوا معنا